شخصية هذا الكاتب اللي هو كاتب برسالة يعقوب اللي هو يعقوب أخو الرب أنه كان يعني أشير إلى خمس فصول في كلمة الله جاء فيه ذكر هذا الشخص العظيم أعمال 12 أعمال 15 أعمال 21 غلط يا واحد غلط يا اتنين في هذه الفصول الخمسة بيجي ذكر يعقوب بنشوفوا إيه في أعمال أصحة 12 لما خرج بطرس من السجن ذهب إلى بيت مريم أم مرقص اللي هو يوحنة ولما فتحوا له ما بيكونوش مصدقين قال لهم أخبروا الإخوة ويعقوب يعقوب والإخوة فكان يعقوب له وضع مميز خاص في أوروشالين لما نوصل لسفر أعمال الرسل أصحة 15 نشوف أيضا الوضع المتميز اللي كان ليه هذا الرجل وهو كان فعلا بكل معنى الكلمة أحد الأعمدة فالكتاب يقول لنا عن أول مجمع كانسي حدث في سفر أعمال الرسل 15 في هذا المجمع تكلم الرسل بطرس أولا لأنه هو المعطى من المسيح مفاتيح ملكوت السماوات فتكلم أولا عن افتقاد الأمم ثم تكلم أيضا بولس وبرنابة عن عمل الرب بواسطتهما بين الأمم لكن الكتاب يقول لنا تعبير في متهى الأهمية بعدما سكت كلام ده في أعمال 15-13 وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا إنه لم يسأل لكن مع إننا لا نقرأ عن سؤال وجهة إلى يعقوب لكن كأن كل المجمع أنظارهم شاخصة إلى يعقوب تقول إيه يا يعقوب؟ فأجاب يعقوب وكانت كلمته هي الكلمة الفصل مما يدل على أنه كان ليدر قائد بكل معنى الكلمة الأمر نفسه نجده في سفر أعمال الرسل أصح 21 لما بولس ذهب إلى أوروشاليم وبعدين الكتاب يقول لنا أنه حضر الرسل والمشايخ لكن برضو كان الشخصية البارزة الكتاب يقول لنا وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ ما زال يعقوب يمثل شخصا هاما في كنيسة أوروشاليم غلط يا واحد بولس رح إلى أوروشاليم ومكث عند بطرس 15 يوم ويقول لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخو الرب وأيضا في أصحاح 2 ودي أخر مرة حنقرأ فيها عن هذا الشخص العظيم قبل ما نقرأ عنه في الرسالة العظيمة اللي كتبها بيقول لنا في أعمال اتنين عن أمر يلفت النظر برضو الكتاب يقول لنا عن المعتبرين مين هم المعتبرين دول يقول لنا عنهم بهذا الترتيب يعقوب وصفة ويحنى المعتبرون أنهم أعمدة وتلاحظ أن يجي يعقوب قبل بطرس ويحنى مع أن بطرس كان دائما يارد أولا بطرس ويعقوب ويحنى يعقوب اللي هو أخو يحنى لكن لما مات يعقوب جاء يعقوب وأخذ مكان الصدارة فيقول لنا الكتاب إذ علم بالنعمة المعطاط ليعقوب وصفة اللي هو بطرس ويحنى هذا الترتيب برضو بيقول لنا حاجة أن شخصية يعقوب كان شخصية قوية قيادية بالإضافة إلى أنه مشهور في التاريخ أنه يعقوب البار كان شخصية تقية جدا ومحترمة وموقرة وأعتقد وإحنا بندرس الرسالة حنشوف مدى التقوى اللي عند الرجل ده كانت ديانته مش ديانة مظاهر زي ملايين من البشر لكن كانت ديانة حقيقية ديانة طاهرة نقية رائع يعقوب هو بيكتب لنا عن المسيحية العملية في رسالته طلع من إناء محترم يخاف الله يقدر الله له وضعه وله كلماته المسموعة في كنيسة أوروشالي ترجمة نانسي قنقر